الحمد لله رم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين آمين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا توابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء جميم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمن لهذا فلعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقور إن ما جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه روس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالغون منها الفطول ثم إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء ضالين فهم على آثارهم يبرعون ولقد ظل قبلهم مكه الأولين ولقد أرسلنا فيهم المنذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخنصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرتها في النجوم فقال إني سبيب فتولوا عنه مذبريب فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا من يمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فأنقوه بالجحيم فأرادوا به كيدا فاجعلناه الأسفلين وقال إني ذاه إلى ربي سيهدي رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلاف حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تعا قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين